السلام عليكم لويس انريكي خرج بعد ايام من اقالته من تدريب المنتخب الاسباني وهدر على المغرب وعلى بعض اللاعبين المغاربة خرج لويس انريكي بالضبط في منصة تويتش شنو قال على المغرب على بونو على اوناحي اللي كيسميه هو رقم ثامانية شنو قال على سوفيان مرابط وشنو كيتمنى للنهائي هادش اللي غنشوفوه في هاد الفيديو في التفاصيل قال لويس انريكي انه في المباراة ديالهم مع المغرب قاموا بتحليل تصديات ياسين بونو لركلة الجزاء حسب الاحصائيات انه ياسين بونو كيخمن بثمانين في المياه بتجاه تسديد ركلة الجزاء في المسيرة دياله ما كيتصداش للكلشي ولكن كيتصدال بزاف انه حارس ممتاز شنو قالوا على ياسين بونو اكثر لعبين اللي فاجؤوني هم سوفيان مرابط قدم مستوى عالي جدا المغرب عنده اربعات لعبين كيقدموا مستوى خارق زياش فهذا البطولة كان ممتاز اضافة اللعب رقم ثمانية اللي ما كنتكاش لإسم دياله يا له من اللعب شاهدت المباراة اللي جمعتهم مع البرتغال كيستحقوا تماما هاتش اللي وصلوا لي انهم يصنعون التاريخ هاتش اللي قال لويس اندريكي اما بالنسبة لنهائي كأس العالم فقال لويس اندريكي انه مبغاش يتكرر نفس نهائي العام الماضي او يعني كأس العالم الاخيرة بين فرنسا وكرواتيا اه كيقول انه اذ فاز المغرب باللقب سيكون ذلك مفاجأة مدوية اه اند لم يكن الامر كذلك فسيكون ميسي الباطل لكن تخيلوا ان المغرب سيفوز بكأس العالم انه امر لا يصدق هاتش اللي قالو اه قال انه كيشجع المغرب وايضا الارجنتين اللي فاز اه من هاتش جوج هو غايكون اه سعيد بذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة